أنا صديف في الستوديو دكتور زيد الراوي طبيب الأسنان مرحبا دكتور وصباح الخير صباح للنوار شوانك آني زيان مادام أنت منور وراح نتحدثني اليوم عن النوار بيكم إن شاء الله نتحدث اليوم عن هذه مواضيع الأسنان وتنظيف الأسنان وكيف نحافظ عليها وإحنا يعني عندنا مشاكل رائحة الفم وغيرها أثناء الصيام ببداية صباح الخير عليكم صباح للنوار بالنسبة للموضوع الرائح الذي تفضلت به هو المحافظة على الأسنان عن طريق الأكل طبعا رقم واحد أهم شيء يزالة فضلات الطعام بعد الفطور و بعد السحور يعني وجبتين والوجبتين متقاربة أقريبا بخيرا لهذه الفترة تجد الشخص ينتهز هذه الفرصة نازل على الأكل لا يخلي لا حلويات لا معجنات لا سكريات لا يخلي شيء يعتبع لي فلازم تكون اهتمام بشكل كبير بالأسنان بهذه المدة خصوصا فترة الصيام ستكون فترة طويلة نعم يعني خلال هذه الفترة كلها فضلات الطعام يمكن تبقى فلازم يعتني بتنظافة الأسنان باستخدام الخياط أهم شيء خصوصا خصوصا بعد السحور لأن خلاص بعد السحور خلاص بعد ماك وكل رح تبقى مدة طويلة تقريبا فترت الصيام حاليا حدود 16 ساعة نعم ف16 ساعة حتى لو كان فضلات الطعام بين الأسنان رح تسوي رائحة كريهة جدا رح تسوي حموضة بالفم ممكن تأدي حتى إلى قرح بالفم ممكن تسوي حتى فطريات تسويسات يعني عدة مشاكل انتهابات كل الأثة كل هذا إذا بقت فضلات طعام في استخدام الخياط واستخدام الفرشة نعم ضروري بعد الفطور وبعد السحور أهم نقطة بعد السحور جيد السؤال اللي يطرح نفسه أيضا همين نعم هل أنه إذا نظفنا أسناننا بعد ما قعدنا الصبح سحرنا أكيد وقعدنا الصبح فأكوم أن يقول لك لا أنا ما أفرج أسناني بعد ما أصح الصبح لأنني صايم الموضوع كراهية مكروه وليس حرام يعني ما يفضطر بإمكانك أن تفرج أسنانك بإمكانك أن تستخدم السواك أثناء فترات النهار السواك أيضا بمادة فلورايد بمواد معطرة بحيث ما تصر رائحة بالفم عادي بإمكانك أن تستخدم السواك بإمكانك أن تفرج أسنانك أثناء فترات الصيام ما يفضطر إن شاء الله والله أعلم يأكيد يعني أنتو هذا الموضوع ينطرح عليكم حتى شؤول الأسنان حتى شؤول الأسنان أثناء فترة الصيام سواء كان إذا أخذت بنج مثلا دي تريد تخلع أو دي تريد تعالج دي تريد تسوي حشوة حتى إن صار قلع إن صار تنظيف كل هذا غير مفضر يعني أنتو سائلين كعطباء سائلين الناس يعني الشيوخ اللي يلهم علاقة بهذه الشيوخ بإعتبارها مادة مخدرة فلا يقوي الجسم ولا يضعفها بالتالي ما يفضر الخلع نفس الشي ما رح يضعف الجسم أو شي تنظيف الحشو كل هذه المورمة إلا اللهم أثناء الشغل بالعمية وكذا هذا الممكن منزل معي وكذا بالضبط أه بس غالب يعني نكون شغلنا دقيق وعلى كيفنا شوية شوية حتى مبادة لا بعدين يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وليس على المريض حراج هو طبعا إذا متألم هذه بعض رخصة مرب العالمين وتستغله ويكون مفترض إذا هو جمي من أنت بتألم وعند ألم شديد يعني في رمضان أكيد ما شاء الله والحمد لله يعني ننتظر الإفطار حتى التناكل حتى نأكل فبالتالي الموضوع يصير بمبالغة صحيح في بعض الأحيان إشلون نقدر نحافظ أو هل هناك يعني مسببات حالة الأسنان في رمضان طبعا طول الفترة هذه الفم جاف تصير قلة سوائل هذه هي سبب الأساسي أنها ممكن تصير رائحة بالفم قلة سوائل تقل فرزات اللعب بالتالي سترائحة بالفم الشون تتغلب على هذه المشكلة أنك تشرب كميات كبيرة من الماء بعد الفطور طبعا ما رح أقول لك اتجنب الحلويات لأنه مستحيل وحد ما رح يأكل حلويات أكيد سكر ينزل بالدم فبالتالي بالضبط ممكن أنك تأكل فواقه مثلا أكثر شيء محبب نوع من الفواقه تكون مثلا الفراولة تحتوي على النسبة عالية من الكاليسيوم مفيدة الأسنان رائحتها طيبة ممكن تبقى نوعا ما مراحلة رائحة الفم طيبة يعني تحاول تبتعد عن المواد الستيكي فود بصفة عامة لتنزق على الأسنان وتسوي مشاكلها يتحاول تبدأ عنها نبعد عن الأسلابية مثلا والبقلاوض لا أحد يبعد لا أحد يبعد صح له لا مضبوط تأكل الناس بمشكلة بسببهم تفرج ما بعد ما تخلص ضروري هذه أهم نقطة حتى لا يبقى أي فضلات طعام على الأسنان لا تسبب حموضة لا تسبب تسويسات لا تسبب الاتهابات لا تسبب رائحة بالفم يعني حتى أنت أحيانا إذا صار عندك حموضة بالفم أنت تلقائيا راح تكون منزعج تكون ضائج مزاجك متعكر لا تقدر لا تشرب ولا تقدر تسوي أي شيء فبالتالي يسبب لك حتى مشاكل نفسية تكون غير مرتاح إذا فمك غير نظيف أو بيرائحة أو كذا هو أحد يتجنب أو إذا ما يقدر يتجنب خليه أكل بسمهم يهتم بالنظافة بفلمق النخيط الأسنان وتنظيف الفرش ممكن يستخدم حتى في بعض الأحيان أنواع مضمضات معينة إذا يريد بعض أنواع العشاب مثلا عندك الهيل نعم عندك القرنفل ممكن أيضا تغلي القرنفل وتنظيف فعال جدا هذا الكلام ما بعد السحور طبعا ما بعد السحور قبل ما هايا نعم واحد يغلي القرنفل نعم وتنظيف وتغرغر به غرغر عادية تبقى ريحتها وطعمها بالفم مدة طويلة جميل خلينا نتحدث عن مواضيع ثانية أيضا نتخص الأسنان موضوع مثلا الذي عنده سن مثلا صناعي أو هذه الآن الطبقات الفينير وغيرها التي تصير وتغليف الأسنان إلى أي مدى الموضوع يعني إيجابي أو سلبي بالنسبة للصائم بهذا التحديد أو تنظيفها بالنسبة لجميع أنواع الفينير أو التركيبات أو الأغلفة التي تغليفها في السن أو الجسور أو حتى الزرعات أو حتى الحشوات هذه كلها مواعات صناعية في داخل الفم حالة حال باقي الأسنان تحتاج نظافة تحتاج اهتمام تفريج بشكل مستمر خصوصا نوع التركيبات القديمة هذا البيه خزف و معدن شوية مرات سبب التهابات مع اللثة تحتاج اهتمام أكثر يعني قصة قصة نظافة شخصية اهتمام بالفرشة والمعجون ورقم واحد والباقي عادي حالة حال بقية الأسنان يعني إذا كان فمك نظيف لثك نظيفة ما كوا فضلات ما بين الأسنان باستخدام الخيط طبعا بالتالي ما راح تسبب أي مشاكل لا الفنيرز ولا التركيبات ولا الحشوات ولا إيش كيف يكون فمك نظيفة بصفحة عامة يعني كل محور حديثنا ده يركز ويعطي نصيحة واحدة هي النظافة رقم واحدة أزالة فضلات والطعام نعم لكن مرات تحس أنه أنت سويت اللي عليك جبت الخيط سويت الفرش كذا تحس ثاني يوم صبح أكو بعض الفضلات هاي شنو سببها أنه سوء ممكن تكون الفرشة قديمة ممكن عدي يفرش بطريقة خاطئة ممكن الأكل اللي ما كلي سوستيكي يعني النوعية اللي ما شاء الله شو تلزق عسل العراقية تلطش مو تلزق تلطش بحيث صعب من الصعب إزالتها فممكن تكون هذه هاي الأسباب بيمكن يفرش مرة ثانية بعدين مثل ما قلنا ما يفطر إن شاء الله هذا يمكن يفرش حلو لا تنسى تحت عدنا الوضوء يعني مر بالعالمين من فترة فترة حد يتوضع هذا دخول الماء خروجة أيضا يعني يغسل خلايا الميتة إذا أكب بقايا فضلات طعام إذا سبحان الله كلها تطلع ويرجع ينظف الفم جميل نرجع لموضوع الفرشة والمعجون معجون الأسنان بصورة عامة يساعد نحن نشوف الآن بالتلفزيون الإعلانات أكسترا ويت ومعرف شنو ويت ثري دي ويت هل معجون الأسنان يساعد بتبييض السن والله كلها كلها أعلانات تجارية كلها شنو كلها أعلانات تجارية ما شفنا أي شي واقعي إنها يبيض الأسنان طبعا هذا السؤال أنا أسأله كل طبيب أسنان يمر بطريقي طبعا نحن كأطباء يمرون علينا منذوبين الشركات وكذا فيضعون عينات دكتور هذا ثري دي ويت دكتور هذا بيرل وايت بيضلوا هذا ما أعرف شنو نجرب ما نجربناها ما لقنا أي تغيير إذا أني ما لقيت تغيير ما ممكن أن نكتبها المريض أو أقول يا بأ أوكي ها يروح تبيض وهذا للمدخنين وهذا للمعرف وإيش للأسف كلها كلها ما ما شفت أي شي فعال يعني شنو يصاعدون مستوى الفلورايد بالمعجون وشنو بالضبط يصاعدون على مستوى الفلورايد بعضهم يحطون حتى نسبة أحماض الأحماض أيضا شوية مرة تسحب الكالوسيومونسون تحس على بياض لكن لم نرى أي تحسن أو أي تغيير من أورا هذه المعاجين التبيض حصرا إذا تريد تسويه تبيض لديك نوع تبيض يعني هذا التبيض بالليزر هو الألترا فيلوت عن طريقة الطبيب طبعا يسير بالعيادة أو النظام الثاني يمكن أن تذهب للطبيب يأخذ لك مقاس للفك العلوي السفلي يصنع لك مثل الجهاز أو التلبيسة تكون شفافة نعم وتلبس ويطيك فيها جل تحطها على مكان الأسنان وتلبسها مثلا 12 ساعة بالليوم 6 ساعات بالليوم على حسب فترة من تقوم وتغسل وراء أسنانك هذا أيضا ممكن يسموه تبيض المنزلي ممكن أيضا يساعد على عملية التبيض طيب هذا موضوع التبيض هذا يأخذ من طبقة الميل إن السن كذا لا نهاية عبارة عن موضة كيميائية مع هذه علاقة لا حتى يكون برد بسطح السن ولا راح تلعب بي ولا راح تنقص منه ولا راح تسوي أي شي هذه المسألة أتصور في رمضان ما نقدر نسويها اللي هي الكيميائية اللي تتخلم أحد راح يجيك برمضان بالنهار ويجي سويته بيض يعني يعني اللي يجيك بنهار رمضان يجيك متعلم عنده تسوس واصل عصب عنده خراج عنده يعني مشاكل كبيرة باللثة متعلم مقادر ينام بالليل هذا راح يجيك بنهار رمضان حلو نرجع الأسنان بهذه الطريقة لكن اللثة شون نحافظ عليها هل الطعام أثر بهذا الموضوع طبعا والعصائر وكذا طبعا إذا كان نوع من الأطعام يسمونه هارد فود أو السوفت فود وهذه كلها تأثر على اللثة عندك أكو أطعمة تنشط أنسجة اللثة يعني تقريبا 16 ساعة الساحة يننصم هذه كلها العضلات ما الفك والأنسجة ما اللثة كلها متوقفة على العمل هذه تحتاج إلى إلى شغل يعني رب علي منطقية حتى تشتغل حتى تأكل حتى تنضغ حتى تتحرك عبه الفعالية حتى اللعاب وإفراز 16 ساعة 16 ساعة هذه متوقفة بالتالي لازم تأكل نوع من الأكل حتى شوية نشطها مثلا عندك جزر عندك مثلا تفاح عندك هذول المواد الصلبة شوية ها قوم تضغط على اللثة شوية قوم تتحرك نتمرنها ليس مباشرة تدخلها بهذا لا طبعا ما حد رح يفطر على جزر على جزرية تفاح مباشرة التمر أساسي بالفطور يعني سبحان الله يحتوي على فلورايد فيقول لك تمر يحتوي على فلورايد هي معلومة نعم فيقول لك الأساس سبحان الله هي على سنة الرسول أن الفطور يكون على التمر فما بدأ أول تفطر على التمر أساني نضيك نسبة فلورايد وبيه سكريات أيضا نشط تحسر سبحان الله أنت عشت على أول تمر أتأكلها بالفعل يعني هذه واحدة أيضا من الأشياء الجميلة أنه أنت تحافظ على الأسنان من خلال تمر أحنا كنا نقول تمر سكريات عالية فبالتالي يساعد على التسوس وكذا طلع بيه فلورايد نعم بيه فلورايد والله يحتوي لنسبة من الفلورايد حلو جدا إذن خربت بالتالي للأسنان كلها ستخرم جميل بس بالأكل نحافظ على اللثة ولا عندنا مثلا أشياء ثانية يعني في بعض الأحيان يجينا مرات مريض عنده في موقع معين من الأسنان يكون لثة نازلة نعم هذا ممكن أنه عن طريق الفرشة نعلمه بطريقة معينة يحاول يرفع بأسنان الفرشة اللثة ليفوق باتجاه السن يعني باتجاه تاج السن ثلاثين مرة باتجاه واحد ثلاثة ثلاثة من داخل نفس الشيء الكثرة والتكرار تجعل النسيج يرجع بشرط يكون حول نسيج النظيف لا توجد ترسبات نعم يجب دكتوري تنظيف في الوقت إذا يوجد ترسبات وراء نطيق ترسبات 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 تكون لون على أخضر أو على رمادي هذه ترسبات تكون أجزاء كليسية مثل الصخرة مرات توقع نعم بعد التنظيف خلص تحسن نظيف بإمكانك عدم الفرشة بس هذا ما تكون عندك نسبة قليلة من لثة نازلة تكون كمية كبيرة مثلا ثلث السن مكشوف أو ربع السن هذا من الصعب جدا أنه لثة ترجع النفس المكان هذه الحالات تسببها تدخل آخر تدخل جراحي نعم تنفتح اللثة وينحط عظم إما باودر أو جزء من العظم ويتخيط مكان الجرح ويبقى مدى على الخيط وينفك وينطي للمريضة بنفس الكيفية طريقة التفلج يرجع اللثة أيضا موضوع جدا نعم 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 ثقافة قليلة تجاه اللثة حقيقة هي بصورة عامة ثقافة الأسنان عدنا خلل بالتعامل وياها نعم لأن الحد ما يأذيك سنك صح ما نتعامل وياه غالبية المرضى ما يجون إلا إذا الألم خلص ماكل للسن أكل ووصل للجذر ومنايم أصل الليل حيا الله يجيك أخذ ألم بسيط شوية بالنهار شوية بالليل يغلس يأخذ لباندول يفوت يفوت على المرضى إلا خلص يوصل حد العلاج سيكون أسهل ينطبق هذا الموضوع على الأسنان أيضا أو تسوص صغير أو فهو ليس مشكلة ننتظر الحد تسوص بدأت يكون بسيط بإمكانك تعالج علاج بسيط جدا حفور بسيط وتعبر حشوة نهائية وستخلص إذا خليت سيعمق لي جوا سيصير عملية الحفور أطول سيصير مؤلم إليك تنم بالليل وتأثر بالحارة بالبارد ولا ليلة ليلة ولا نهارك نهار هذاك سيصير أطول سيصير عدة زيارات عدة جلسات ينسحب العصاب ويتعبى بحشوة وبعدين الحشوة نهائية وممكن إذا كان حجب الحفرة جدا ستتثار بعدين تلبس السن فشوف أنت لأي مرحلة وصلت فطبعا كلما يكون موضوع بداية تدارك من البداية تلاحق أنك تكون زيارتك بسيطة خفيفة غير مكلفة غير مؤلمة من البداية تخلصها وتخلص بناء يعني موضوع السن الذي مثلا نساحبين الجذر هذا طبيعي يبقى ما عندنا شكال به ساحب العصاب قصد ليس الجذر نحن مستلح العصاب صعب أو مثلا الجذر هذا الكل هو العصاب موجود في داخل الجذور فبالتالي نسحب العصاب الموجود بداخل الجذور أصبح السن ميت في الحال لا تشعر بي لاب حار لاب بارد لاب ألم أصبح عبارة جزء ميت موجود بالفهم هل يوجد هذا السن بعد فترة معينة إلى عمر افتراض لا ما دام اللثة ذكرتها ما دام اللثة محوطة السن وبشكل سليم صحي باقي السن بسما هو سنية أطوال طبعا بعد سنين طويلة جدا ممكن ممكن سير هش يتعرض الكسر لأنه جزء ميت طبعا مع العصب في داخل السن يوجد وريد ويوجد شريان مسؤولين عن تغذية هذا السن فأنت من سحب العصب أرجي تلقائيا راح تقتل وريد والعصب الوريد والشريان عفوا يروح خلاص فبالتالي خلاص أصبح هذا الجزء ميت مدى يتغذّه فبالتالي ممكن مع مرور الوقت بهذا الشكل ممكن أنك تتغلف مثل ما ذكرنا إذا حسنا مثلا حشوب التي تتكسر أو السن بعض أطراف السن التي تتكسر يتغلف السن تحافظ عليهم مدى أطوال جميل يعني شوية بقى النوقت خلين نتحدث على الأمور التجميلية للأسنان اللي الآن صار يعني موديل طريقة عجيبة خصوصا بين النساء وقصر عصر عصر تجميل أي كل من أبار بوتوكس فيلير إلى الأسنان بلا الأسنان كل حقيقة هو سلاحة وحدين بكل مكان حتى في الأسنان نشوف واحد يعني راح سوى تجميل للأسنان انقلب الموضوع عكسه نشوفه كأنما حاط لفت شيء بالفم وما دا يقدر ريح شيء شنو اللي يختلف بهذا الموضوع الموضوع اختلفت حسا بثلا عندك موضوع هس هاي باي الفتحة اللي ما بين الأسنان وصلطية حسا حسا بناتي يجب سويلي جهاز تقويم حتى دابع الأسنان دسل عندي فتحة نان والله والله العظيم البعض الآخر تنباع شون ما تقول أكسيسوريز للأسنان صارت نعم عبار عن فتح حبيبات شون الكريستال اللي هاي تتخلط أحمر وأصفر وأزرق وأخضر تنحفر ثقب بسيط تبسطح السن وتلزق بحشب وتبقى من تبتسم طلعت لنا مثل الألماس لون واردي لون أحم ورون أخضر يعني الناس الناس أذواق بالنسبة للتركيبات أكو واحد يريدي أكبرها يعني مثلا هساني مثل أساني مثلا كمثال نعم يقول لك أنا لأحسها صغار وكبر ليها تعال الجسر راح تركب ليها أو الأوجه الفينية راح تركب ليها كبرها وسع عرض طول هذين يقول لهم إن شاء الله تقدر أنت تلعب بها بحجام الأسنان يعني مثل مثل لون الأسنان قس أكو هذا اللون الأبيض جدا يعني جدا أوفر أي يعني إصطناعي يبين ذاك أخو نعست أقول لك أنا أريد هذا اللون أوفر إيما أبالك بلاستيك هذا موسن أنا أريد من أبتسم أريد إيش فاتشي شعشع من بعيد أريد أكون مصدر اهتمام إذا واحد شكري جزم واحد كلش أسمر أو واحد هي سامرة كلش هو الأسمر وردي حتى 60-0 رح تطلع بيضويا وردي سبحان الله يعني من يحدد هذه المسألة مسألة الشكل الطبيب أو المريض ننصح المريض ننصح ما يقول هذا ما شيء شكلك هذا الحجم أوكي طبعا أحجام الأسنان عند الإناث تختلف عن الذكور تكون أصغر تكون أقصر فننصح أقعدنا كلا رشيد متعدد الألوان تختار وأن تراوي وتجيب لأمرأة تقول يا أبا شوف هذا اللون يختار لحسب اللون بالغالب عند سن أو سنين مفقودات ستختار اللون لمجاور الأسنان حتى نصر النشاز ومع هذا ومع هذا يوجد الناس يقول لك لا أريد تشوي عبيض تحب يكون أكفار مجوز يجب علي باله بعد فترة سيصفر هذا من الصعب أنه يصفر خلال مواد جديدة بعد كلها من الصعب مواد صارت جديدة وحديثة ثم العصر عصرت غيرها وكل فترة طالع مواد جديدة أريد أن أغير لا أغير قبل لم يكن فقط خزف في معدن أو في الأحرة كانت فقط معدن بعدين صارت خزف معدن وقاموا من جهة واحدة يسمون خزف والجهة الثانية يخلت تبقى معدن بعدين قاموا لا كلها يغلفوها وخزف حتى المنظر يكون أهله بعدين أطلع هذا طبعا هيا فرصة وها التجميل الناس تريد شي أوفر فبالتالي وكبعض الأطباء يتهزون هيا فرصة وكي تجمع عندي أليوود إسمايل وفلان بضبط فلان فنانة سويت فلان شي لازم عدة حولة تسوي مثل هاي الفنانة قريبين قلنا وقت تلفزيون نفس كلها معهم بس التجميل أخبار الفناني النفس القصة فلان فنان عمل أنت كطبيب ونرى التجميل لحد معين مطلوب أنه تناول الإعلام لهذه المسألة يعني كإعلامي ما أحبها كطبيب أنت كطبيب لا يعني الناس لأسف قاموا تهتم بأمور لأسف شو ما نقول تافهة يعني فلان حطبطك حطبطك سؤال شو ندخلي بالموضوع الممثلة الفلانية شفتت سويت عملية تصغير معدة أمر شخصي يخص كل شخص الجمال مطلوب إن الله جميل ونحب الجمال يعني مطلوب بس مو شي أوفر أو اللهم بعض الناس يعني خطيئا محتاج بالفعل يعني مثلا تتشوهات في الأسنان ضرورة يعني شي طالب بعض الأحيان يعني تجيك مثلا أشخاص لم يضحك جزء من لثة من فوق يبين هذا يحتاج حقا حقا بالشفة تزل بعض الشيء اللي جوا بعث من يبتسم تكون الحدوية أحد الأسنان ما تطلع جزء من الأسنان هذول أشخاص محتاجين تجميل لا صارت المسألة أوفر حقيقة صارت أوفر طب طيب قبل ما نختم لقاءنا دكتور يعني النصائح للصائم ماذا يفعل حتى يحافظ على الأسنان يعني لو سمحت النصائح للصائم باختصار تناول كميات كبيرة من الماء أهم شي لأنه هو العنصر محافظ إفراز اللعب حتى تبقى أطول أطول فترة ممكن أفرازات اللعب الفم الصراحة مصر فطريات مثل البكتيريا بشكل كبير النقطة الثانية يحاول يبتعد عن الستيكي فود يعني الأكل اللي يلزق بشكل كبير حلويات الكثرة بإزلابيا البقلاة خلي أكل خلي أكل يحلي بكميات معقول ومثلا يقعد يأكل نوسكيل إزلابيا كيلو بقلاة الدخان أيضا يسوي من نوع الجفاف بالفم أيضا هذا بالتالي يؤدي لزيادة البكتيريا بالفم يسوي رواع يسبب تسوسات انتهابات باللثة تناول الأطعمة مثل ما ذكرنا يحاول آخر شي يختمها بفواقه مثلا فواقه تكون صلبة ويفضل الفراولة بها نسبة كاليسيوم ورعاحتها تكون طيبة إذا عنده يحب هيل يقرط لحبة هيل مثلا قرمينا أو مثلا ما ذكرنا يمضمض بالقرنفل أو يستخدم بعض أنواع المضمضات أيضا جيدة استخدام السواك أثناء فترة الصيام يستخدم يستخدم الفرش أيضا يضطي رعاحة منعشة للفم حتى نفسيا ترتاح جميل جدا يعني حقيقتا الوقت معك مشه ونتمنى أن نصائحنا نصائحنا وصلت للناس شكرا جزيلا لإمامك إلينا في شمس الفلوجة دكتور زيد الراوي طبيب الأسنان المخصص شكرا جزيلا شكرا جزيلا